اشتركوا في القناة لها معدلاتها وحساباتها الدقيقة لغة الارقام والصفقات والحسابات سيدة الموقف السعودي اليوم ومن الرياض انطلقت رؤية الغد لتقطع المسافات بلا هوادة غربا وشرقا ومن شمال الارض لجنوبها هذه المرة الى كوريا الجنوبية والتي تتمتع مع المملكة بتاريخ ممتد وحافل بالانجازات المشتركة في شتى الميادية البداية مشاهدين الكرام بتقرير ثم نعود اليكم نشأت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية عام 1962 فيما شهدت فيها الايام تطورا في العلاقات وارتفاعا في مستوى الشركات كما تعد كوريا الشركة التجارية الخامسة للمملكة العربية السعودية مما يعكس قوة الروابط بين البلدين وسجاما في الرؤى المشتركة خصوصا في المجال الاقتصادي تتصدر الرياض قائمة مصدر النفط الى سيول في حين تستورد المملكة العربية السعودية المواد الصناعية والسيارات والأنسجة والصناعات الثقيلة من البلد الصديق كوريا نقلات نوعية على مدار السنين الماضية فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين لتسهيل حركة التجارة والاستثمار والإعفاء الضريبي والجمركي لشركات النقل الجوي الوطنية السعودية والكورية كما وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مؤخرا مع وزارة التجارة والصناعة الكورية مذكرة تعاون الرؤية السعودية الكورية 20-30 الرؤية السعودية الكورية في خطوة في غاية الأهمية لكل الطرفين حيث فتحت آفاقا جديدة لتجاوز العلاقات في حدود التعاون في مجال النفط إلى مجال التعاون في مجال تقنية التكنولوجيا والبنى التحتية والتحول الرقمي سعي حثيث لتحقيق أقصى الاستفادة من قدرات البلدين لإحداث التكامل والتوافق المطلوب في ضوء رؤية 20-30 لتلفزيون المملكة العربية السعودية محمد غروي سول أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ونرحب بضيفنا معنا من جدها الخبيل الاقتصادي الدكتور محمد الصبان حياك الله يا دكتور بداية يا دكتور نود أن نتحدث عن العلاقات السعودية الكورية كتمهيد تفضل دكتور مع في صوت هل تسمعني دكتور محمد؟ دكتور محمد الدكتور محمد الصبان تسمعني من جدة؟ لعلنا الآن نعود مشاهدين الكرام وإياكم والحديث أكثر عن الزيارة التي يقوم بها سمو والي العهد إلى كوريا الجنوبية والتي بدأت منذ يوم أمس وبالتأكيد أن هذه الزيارة تأتي لامتداد العلاقات السعودية الكورية مشاهدين الكرام تقرير ونعود إليكم زيارة سيد كل شيء وصف تصدر وسائل الإعلام الكورية تعبيرا عن قدرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحقيق المستحيل الزيارة التي يحتفي بها الإعلام الكوري كما كوريا بأكملها تحمل منظورا مختلفا للمستقبل وهي الزيارة الأولى من نوعها لولي العهد منذ قرابة 21 عاما فرص اقتصادية تجارية واستثمارية هي ما يتطلع إليه البلدان على خلفية هذه الزيارة التي تستمرها تعزيز التعاون في مجالات إمدادات الطاقة والخدمة العامة يشكل جزءا كبيرا من الاتفاقيات فالمملكة تعد أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية التي استوردت أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2019 ولي العهد يشارك كذلك في هذه الزيارة في تجشين توسعة مصفات النفط إس أويل ثالث أكبر مصافي نفط كوريا والتي تملكها أرامكو بالكامل في حين يسعى قادة المجموعات التجارية الأربع في كوريا الجنوبية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمملكة فالفرص التجارية ونقاط القوة التي تمتاز بها من خلال رؤية عشرين ثلاثين جعلت كوريا الجنوبية تطمح للمشاركة في تحقيق هذه الرؤية الاستثمار في المملكة البيئة المثالية يعد مواتيا بشكل كبير للشركات الكورية نظرا لتقارب نظام التعليم والتدريب السعودي مع المستويات العالمية وتوافر العمالة ورأس المال والقوانين وترحيب المملكة بالمستثمرين ويخطط المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد التنمية الكوري بهدف عقد شراكة لتبادل الأبحاث والباحثين وإنشاء برامج أبحاث مشتركة تضامن الجهود في مواجهة التحديات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمات بما يتوازى مع تعاظم الدور المؤثر إقليميا ودوليا الذي تلعبه المملكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية احتل جزءا كبيرا من أهداف زيارة سموه حفاوة كبيرة تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان والدور المؤثرة للمملكة على الصعيد العالمي أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد وعودة الحديث نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ منيف بن عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك أستاذ منيف بداية أستاذ منيف نود أن نتحدث عن تاريخ العلاقات السعودية الكورية زياد خلي نشير بالبداية أن العلاقة السعودية مع كوري الجنوبية علاقة متميزة يعني تختلف عن أي علاقة مع دول آسيوية هي بدأت في 62 ثم تنامت في السفارة في السبعينات والسعودية بنفس الطريقة لكن التجربة هي كانت بدأت علاقة سياسية وأصبحت هناك توافق سياسي اقتصادي نعرف أن كوريا لعبت دور في حقبة التنمية الأولى في السعودية من 75 إلى 85 وأفضت إلى تجارب جيدة سواء في البنية التحتية أو في الطاقة أو في الكهرباء فالعلاقة ولاحظت تاريخ العلاقة السياسية السعودية من 62 لم تشهد أي توترت وهي علاقة توافقية وعلاقة استراتيجية الأمير محمد اليوم أكد بلقائه مع رئيس كوريا أنه لدينا تجربة رائعة في السابق ونسعى إلى بناءها من جديد وخلق توافقات أيضا أخي زياد في ذاكرة المشاهد الكوري دائما حتى في الدراما الكورية الشخص القادم من السعودية كان يحمل إرادات مالية وانطباع جيد موجود عند المشاهد فبالتالي علاقة متميزة فيها توافقات طبعا من 2015 و2017 كانت القمة السعودية الكورية وهي أعطت زخم أكبر للعلاقة 2017 الاتفاقين تمت للرؤية السعودية الكورية 2030 أعطت زخم أكبر الآن أعلن عن مكتب للرؤية لأول مرة أول دولة يقام فيها مكتب لرؤية سعودية 2030 وهذا يدين لنا ركيزة أساسية من ركيز العمل السياسي والاقتصادي السعودي صحيح بكل تأكيد تميزة أيضا كوريا من ناحية أيضا الصناعات والنمور الأسيوي والتي دخلت فيها منذ الثمانينات إلى التسعينات بالنسبة أستاذ منيف كيف يتم أو كيف يمكن لنا تعزيز هذه العلاقة سياسيا شوف المزاوجة بين السياسة والاقتصاد يعني السعودية أعطت زخم لنهج متطور في السياسة الخارجية وبدأ من 2015 وهو المزاوجة بين السياسي والاقتصادي دائما إذا مزجت بين الاثنين استطاعت أن تصل إلى علاقة سياسية متطورة ونمو اقتصادي وهذا النهج السعودي باعتبار أنها القوة الخيرة في المنطقة والقوة الأبرز في منطقة الشرق أوسط فالعلاقة هي مبنية على شراكة سياسية اقتصادية تعرف بلومبيرغ في 2015 قالت وضعت كون الجنوبية الدولة الأولى في الابتكارات أيضا شوف المسارات بالنسبة لمشروع الرؤية 2030 مع كون الجنوبية تجد مشروع التصنيع، الطاقة، الاتصالات، الصحة أيضا بناء القدرات، الاستثمار في القطاعات المتوسطة والصغيرة أيضا حجم التبادل التجاري بين السعودية وكل الجنوبية في العشر سنوات الماضية وصلت إلى واحد واثين بالعشر تريليون ريال كان الميزان لصالح السعودية بـ 928 تقريبا والمتوسط الآن أصبح في التبادل التجاري يصل إلى 33 مليار دولار فالاقتصاد ركيزة أساسية لتعزيز بناءك السياسي هذا ما ودت توقيت الزيارة خصوصا كما تعلم نحن في الداخل السعودي نعيش الآن موضوع الرؤية والتحول الذي يراد أن نصل إليه بإذن الله من ناحية الصناعات ومن ناحية كل هذه الأمور توقيت هذه الزيارة مع دولة مثل كوريا الجنوبية دولة رائدة في الصناعات وفي الشركات الصناعية ماذا يمكن أن تخدم لنا حتى في موضوع الرؤية؟ بدليل زياد أنه أول مكتب ينشى للرؤية 2030 خارج المملكة هو في سيؤول هيكون في الربع الرابع 2020 هذا الدليل أن كوريا الجنوبية شركة أساسية السعودية لديها مشروعين مهمين أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان المشروع الأول مشروع السعودية المشروع السعودي التكي على 2030 المشروع الثاني وهو مشروع حلب الأمير محمد بن سلمان تحويل المنطقة إلى أوروبا الجديدة أحسنت أيضا لاحظ من ركائز العمل السعودي الكوري الجنوبي هو العمل بشكل مشترك لمساعدة الاقتصادية الأخرى بمعنى أنه ينشأ شركات مشتركة وتعاون مشترك بين الشركات السعودية والكورية لخدمة المنطقة فالسعودية الآن لديها المشروعين مشروع 2030 وهو المشروع السعودي العربي والمشروع الآخر هو مشروع أوروبا الجديد لمنطقة الشرقى وصف شمال أفريقا فبالتالي كل الجنوبية ركيزة أساسية لذلك الزيارة أتت قبل قمة العشرين صحيح فهذا يؤكد على أهمية كل الجنوبية وركيزة أساسية في العمل السياسي والاقتصادي السعودي في منطقة آسيا معنا أيضا ينضم إلينا الدكتور محمد الصبار الخبير الاقتصادي من جدة هل تسمعني الآن يا دكتور؟ نعم نعم تفضل يا دكتور نود أن نتحدث ونحن الآن دخلنا في المجال الاقتصادي عن كوريا الجنوبية وما نود من كوريا وأيضا من هذه الزيارة أن تضيف لنا من ناحية الرؤية بإذن الواحد الأحد تفضل يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية مهمة جدا وبالذات بالنسبة لتوقيتها التوقيت مهم أيضا لأننا بدأنا في تطبيق الرؤية 20-30 من جهة ونحتاج إلى الاستثمارات الكورية ونحتاج إلى التنوع الجغرافي بالنسبة للاستثمارات وأيضا نحتاج إلى كوريا بالذات لأن كوريا تتمتع بكثير من الخصائص لعل أهمها الخاصية تقدمها التقني أو التكنولوجي هي تفوقت على كثير من الدول وأقدمت على الدخول في الاقتصاد المعرفي والذي يعتمد على الابتكار والإبداع وجعلها في مصاف الدول المتقدمة هي عضو مثلها مثل المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين وتعاوننا معها بدأ منذ السبعينات كلنا يذكر العمالة الكورية في ذلك الوقت وكيف كانت أقل مشاكل بالنسبة للسوق العمل السعودية وأكثر إنتاجية هذا التعاون تطور فيما بعد إلى استثمارات مشتركة في التسعينات من القرن الماضي تملكنا شركة أو تملكنا مصفاة كورية مناصفة بيننا وبين شركة كورية وهذه المصفاة استمرت لفترة طويلة الآن هناك استثمارات سعودية في كوريا لا تقل عن في الواقع الآن الاستثمارات الحالية في حدود أربع مليار لكن متوقع مع الاتفاقيات الجديدة أن تصل هذه الاستثمارات إلى أكثر من تسع مليار دولار وهذا رقم كبير بالنسبة لاستثمارات المملكة في كوريا يقابل هذا بطبيعة الحال أن كوريا راغبة أولا العلاقات السياسية بين البلدين أكثر من ممتازة ليست هناك مشاكل هناك هدوء هناك تعاون هناك تفهم لمصالح المرتبطة وهناك تأهيد بأن المضيق هرموز والتصدير من الخليج لا بد أن يتم بحرية تامة وأن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولية تأمين هذا المضيق كل هذه تسمح لكوريا الجنوبية أن تدخل سوق الاستثمارات السعودية وهذه مهمة جدا هناك الكثير من الشركات الكورية التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية على سبيل المثال شركة هونداي شركة هونداي لها باع طويل في التقنية لها باع طويل في إنتاج السيارات في إنتاج الروبوت إلى آخره فهذه الشركة مثلها مثل شركة سامسونج وغيرها من الشركات من المهم أن تدخل السوق السعودي ليس فقط لمسألة بيعنا منتجات كما كان في السابق وإنما لتصنيع هذه المنتجات في المملكة العربية السعودية وزيادة القيمة المضافة نحن في إطار الرؤية 2030 نحتاج إلى تنويع اقتصادنا بعيدا عن تصدير النفط الخام وبالتالي المصفاء التي أقيمت أو التوسع الذي يطاله مصفات S.O.I.L. في كوريا هو توسع نوعي يزيد من القيمة المضافة لصادراتنا من النفط الخام أيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية حينما تأتي شركات مثل سامسونج مثل هنداي وغيرها إلى أسواق المملكة وتستثمر هنا نحقق مزايا ليس فقط القيمة المضافة وإنما التدريب الذي يناله المواطن السعودي ليحتل مكانة في هذه الصناعات وتسمح لنا بتحقيق ميزة إضافية تقلل من اعتمادنا الكبير والمطلق على تصدير النفط الخام دكتور محمد حديثك هذا يقودني لسؤال الذي هو أين تكمن قمة أين تكمن القوة الاقتصادية الكورية ولكن أستاذنك وأستاذن أستاذ المشاهدين وأيضا ضيفنا الأستاذ منيف فننتقل للزميلة سمر أهلا سمر أهلا فيك سياد وبضيبك الكريم مرحبا بكم أعزائي المشاهدين تأتي زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية في إطار جولاته الأسيوية المستمرة لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية والسياسية مع الدول الأسيوية الكبرى تكتسب الزيارة أهميتها كونها الأولى لولي العهد حيث سيشتبع سموه مع رئيس كوريا جنوبية مون جي أون في جلسة مواحثات ثنائية ستشهد التركيز على العديد من المجالات الاقتصادية أهمها مصادر الطاقة بالإضافة إلى توقيع سلسلة من اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة ننتقل أعزاء المشاهدين لتفصيل مبسط عن أهم مراحل العلاقة السعودية الكورية الجنوبية حيث تمتد روابط الصداقة بين الدولتين إلى أكثر من خمسة عقود لعبت فيها كوريا الجنوبية دورا أساسيا في تطوير البنية التحتية السعودية خلال فترتين السبعينات والثمانينيات كما أن المملكة العربية السعودية تعتبر سادسة أكبر مصدر للوريدات الكورية ومقدم رئيس للطاقة كذلك هي المورد الأول لكوريا لاستيراد البترول وأكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط كوريا أيضا هي خامس أكبر سوق للصدرات في مملكة أما عن أبرز المحطات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية نبدأها في السادس عشر من أكتوبر عام الفين وتسعمائة واثنان وستين حيث اتفقت المملكة مع جمهورية كوريا الجنوبية سياسيا على إقامة العلاقات الدبلوماسية كما تم التعاون بخصوص القضايا الدولية الرئيسة من السلام الدولي والبنية التحتية والتجارة ومكافحة الإرهاب وغيرها وفي الثاني عشر من فبراير عام الفين وتسعمائة وواحد وثمانين انعقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الكورية السعودية بجدة وفي شهر مارس عام الفين وتسعمائة وواحد وثمانين تم تشكيل اللجنة السعودية الكورية المشتركة لبناء جامعة إسلامية بكوريا أما في عام الفين وتسعمائة وسبعة وتسعين اتفقتا الدولتان على التبادل التعليمية والمنح الدراسية وفي الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من مارس عام الفين والسبعة قام الرئيس روه موه يون بزيارة السعودية وفي السبع عشر من يوليو عام الفين وعشر الاجتماع الخامس عشر للجنة الكورية السعودية المشتركة بالرياضة آخر هذه المحطات كان في عام الفين واثنى عشر بمناسبة الذكرى الخمسين لبداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دعت السعودية كوريا لحضور مهرجان الجنادرية كضيف شرف شهدت هذه المنعطفات انتقالا نوعيا في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوريا من حيث واحد تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين اربعة وعشرين مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار اثنان عدد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في السعودية بلغ سبعة وثلاثين شركة منها ستة عشر شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد واحد عشر شركة اخرى في مجال التصنيع العلاقات السعودية الكورية الجنوبية اخذت منعطفا جديدا حيث انه قبل زيارة ولي العهد تم انشاء لجنة الرؤية السعودية الكورية الفين وعشرين السعودية وكوريا الجنوبية حققتا تقدما في ستة عشر مشروعا مشتركا خلال خمسة اشهر كما انهما عززتا التعاون في مجال الطاقة والصناعة واستكشاف فرص الاعمال والتنمية الاقتصادية تم العمل على انشاء مكاتب عمل في الرياض وسيول لاقتراح استراتيجية تنظيمية او لوجستية بين البلدين وادارة الفرص والتعامل مع التفاعلات الوزارية ومتابعة اي احتياجات تنظيمية بين الطرفين تمثل رؤية المملكة عشرين ثلاثين فرصة مثالية لكوريا الجنوبية في تنويع وتعميق العلاقة الاقتصادية التعاون بين البلدين اعزائي المشاهدين ينظر الى ما هو ابعد من التجارة والاستثمار وتكمن اهمية الزيارة في كونها الاولى لولي العهد الذي سيجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي اون وترتكز على العديد من المجالات الاقتصادية كما حروصت كوريا الجنوبية على المشاركة في المشروع الوطني للطاقة النووية السعودية كونه مصدر جذب للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا كما ايضا قدمت الشركة الكورية عرضا للمملكة للمشاركة في المشروع الوطني للطاقة الذرية وهناك تطلعات الى تعاون المشترك بين كوريا الجنوبية مع المملكة في تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية ننتقل انتهينا من فقرتنا عزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم وننتقل الى زياد شكرا لك سمر مشاهدين الكرامة الان بعد رأينا هذه المعلومات وهذا الاجازة التي تفضلت بها الزميلة سمر لعلنا نعود الان للدكتور محمد الصبان من جدة دكتور محمد هل لك من تعليق على ما رأينا الان واستمعنا؟ ما شرحته الاخت سمر يوضح متانة وعمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية استنادا الى النقاط التي ذكرتها والخاصة بتقدم وتطور التقني بالنسبة لكوريا ووصولها الى مرحلة متقدمة من الاقتصاد المعرفي ايضا اذكر في عام 98 خلال زيارة الملك عبدالله الى كوريا وكان وقتها وليا للعهد وكنت برفقته وقتها كان هناك الكثير من المجالات الاستثمارية التي رحب بها الكوريون والان اعتقد انها فرصة لتجديد هذا الاتجاه فرصة لتجديد الاستثمارات وزيادتها في الوقت الذي تحتاجه كوريا كما نحتاجه نحن واعتقد ان المجالات الان توسعت بالنسبة لاستثمارات المشتركة ليس فقط في مجال الطاقة وانما ايضا في مجال التصنيع في مجال المعادن في مجال الدفاع ايضا ويسير ذلك وفقا للنهج الجديد الذي تبنته المملكة وهو اننا اذا اردنا استيرات وشراكة استثمارية مع اي دولة ومع اي شركة لا بد ان يتم زيادة المحتوى المحلي لهذه الشراكة بمعنى اخر لا بد ان يتم تدريجيا تصنيع هذه الاجزاء وهذه السلاء تدريجيا تبدأ بنسبة منخفضة ومن ثم تتزايد هذه النسبة وفق برنامج زمني يتفق عليه الطرف وهذا يقلل من استمرار اعتمادنا على السلع المستوردة كنا في الماضي ولا زلنا الى حد كبير نعتمد في كل شيء على الاستيراد وهذا انا الاوان الان ان يتغير هذا الاتجاه وان نتجه الى التصنيع لا يمكن القبول بان المملكة من اكبر مستوردي السيارات على سبيل المثال في الشرق الاوسط ولا زالت لدينا صناعة السيارات تحبو هناك بعض المحاولات ولكن لم تصل الى المستوى المطروب يفترض ان تكون شركة مثل هنداي ان يكون المركز هو المملكة العربية السعودية لتمد اسواق الشرق الاوسط بالاضافة لسوق المملكة العربية السعودية بهذه المنتجات بكل تأكيد سمحت لي دكتور سوف نأتي بإذن الله على الجانب التصنيعي ولكن ودت الان الان نسأل الاستاذ منيف بن عماش الحربي بخصوص اين تتموضع كوريا الجنوبية يعني اقتصاديا وسياسيا على خارط الدول العالم بحيث يمكن لها ان تضيف لمملكة العربية السعودية هي الدولة العاشرة بالتصدير عالميا هي الدولة الحادي عشر من ناحية ناتج المحلي الجي دي بي هي الدولة الاولى في تق 2015 بلومبرغ وضعتها الدولة الاولى في الابتكارات ايضا في مصطلح جديد طلع الان وهو الدول ال 11 المسيطرة على الاقتصاد العالمي في القرن ال 21 من ضمنها كوريا لو تلاحظ الاقتصاد الكوري هو واحد ستة بالعشر ترينيون دولار الخدمات تشكل ستين بالمية الزراعة تشكل تقريبا ثلاثة بالمية والباقي صناعة وما دلالت هذا استاذ الان الاقتصاديات الناضجة يكون الخدمات السيرفيسز اعلى من الصناعة والزراعة هذا المصطلح هذا الدول اللي تتمتع باقتصاديات قوية واقتصادية مؤثرة بعد ما بلغت مرحلة الاقتصادية الناجئة الولايات المتحدة نفس الطريقة الخدمات تبلغ نسبة تجاوز الستين بالمية فمصطلح الخدمات للاقتصاديات القوية يعطيك دلالة على قوتها ايضا حجم التجارة الخارجية لكوريا الجنوبية تقريبا 530 مليار دولار تقريبا نصف ناتجها المحلي يصدر وهذه معادلة مهمة لديها قدرة ترافسية لديها النفاذ للأسواق لذلك مع السعودية تستطيع السعودية طبعا ناتج المحلي السعودي 750 مليار دولار وهي تقريبا دولة الرابع عشر على مستوى العالم وبالتالي يستطيعون أن يلعبون دور مشترك في أفريقيا وفي العديد من المناطق لأنه هناك قدرة على وضع مشاريع مشتركة الأمر الثاني الخلفية التاريخية التعاون السعودي الكوري الاقتصادي والسياسي كانت تجربة جيدة ومثمنة وبالتالي ممكن البناء عليها بلا شك أن الاقتصاد الكوري الجنوبي اقتصاد مميز وبالتالي بإمكان الاستفادة الطاقة النووية الآن هي لها تجربة في الإمارات في مفاعل النووي السلمي في منطقة صحراء وهذه تجربة جديدة وبالتالي أيضا في موضوع السفن وصلاعات حتى في الصناعة لديها قدرة متميزة وبالتالي هي شريك رئيسي وشريك استراتيجي السعودية الآن شريكة الثامن بالنسبة للكوري الجنوبية وهي الشريكة الخامس تجاريا بالنسبة للسعودية أيضا أستاذ منيف لو تحدثنا عن موقع المملكة العربية السعودية وحقيقة أن تستطيع الربط الشرق مع الغرب لعلنا يعني نلفت الانتباه لهذه النقطة القارات الثلاث مشروع السعودي المتكي على روية عشرين ثلاثين الموقع الجغرافي للسعودي استراتيجي لا تنسى أن السعودية البحر الأحمر عشر إلى خمسة عشر بالمئة من التجارة العالمية تمر عبر البحر وطريق الحرير أيضا السعودية لديها مشاريع عملاقة مشروع نيوم اللي هو خمسمائة مليار دولار على منطقة البحر الأحمر مشروع القدية مشروع البحر الأحمر السعودية لديها مشاريع ناهضة مشاريع كبيرة وبالتالي البناء على تحالفات استراتيجية أنا أعتقد أنه قد نفضي إلى تحالف استراتيجي مهم في منطقة آسيا وأفريقيا وأيضا السيد منيف تستطيع المملكة أن تكون يعني كما كانت هي التي تربط بين الحضارة الشرق وبين حضارة الغرب أستاذناك أستاذ منيف والدكتور محمد وأستاذ المشاهدين في فاصل قصير ونعود إليكم أهلا بكم مشاهدي الكرام رحب بكم من جديد في هذه التغطية المتواصلة لزيارة سمو ولي العهد إلى كوريا الجنوبية ومعنا ضيوفنا الكرام في الاستيديو وأيضا الدكتور محمد من جدة الأستاذ منيف الحربي معنا هنا في الاستيديو في الرياضي دكتور محمد من جدة كيف ترون أقبال الشركات الكورية وسط المحفزات في الاقتصاد السعودي وكيف يمكن أن يكون هناك استثمارات مشتركة بيننا وبين الكوريين في موضوع الرؤية كاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمار من كوريا تفضل دكتور محمد هناك لجنة مشتركة سميت لجنة الرؤية 20-30 ويشرف عليها من الجانب السعودي الهيئة العامة للاستثمار وهي التي وضحت وتوضح الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية هناك أيضا أرامكو تقوم بجهد مشكور في توضيح الفرص الاستثمارية سواء في المملكة العربية السعودية أو ما تود أن تقوم به في السوق الكورية أيضا مؤخرا خلال العامين الماضيين قمنا بإجراء إصلاحات اقتصادية مهمة جدا لتسهيل المناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية هذه الإجراءات سهلت من إصدار التراخيص من تملك بالكامل مئة بالمئة للشركات الأجنبية أي استثمارات تقوم بها في الأسواق السعودية إلى آخره وهذه بطبيعة الحال من المحفزات للشركات الكورية الشركات الكورية تعي تماما الفرص وأهمية الفرص المتواجدة في المملكة العربية السعودية لا ننسى أن سوق المملكة العربية السعودية هو أكبر سوق في الشرق الأوسط ولذلك تهتم الشركات الكورية في مخاطبة هذا السوق وكون الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية استراتيجي يخاطب كثير من الدول المجاورة ويقترب من البحر الأبيض المتوسط وغيره من الأسواق فإن هذه ميزة إضافية للسوق السعودي إذن ميزة السوق وموقعه ميزة الميزة الجغرافية للمملكة العربية السعودية وموقعه وجود التجهيزات الأساسية المملكة العربية السعودية لم تبدأ ولن تبدأ من الصفر هناك العديد من التجهيزات الأساسية كما ذكر زميلنا الدكتور مونيف هناك مدن ستنشأ جديدة بالإضافة إلى المدن الاقتصادية القائمة هناك مطارات هناك موانئ هناك العديد من المنشآت والتجهيزات الأساسية إذن هي تاعي الشركات الكورية أنها ستأتي لمناخ يمكنها من الاستثمار وتحقيق العائد المطلوب ويمكنها أيضا من الدخول مشاركة مع القطاع الخاص السعودي في هذا المجال تتوائم الرغبة السعودية مع الرغبة في الشركات الكورية للاستثمار محليا في المملكة العربية السعودية دكتور كيف ترون الإقبال للشركات الكورية وسط هذه المحفزات في القطاع الاقتصادي السعودي؟ أعتقد أن القطاع الخاص أو إقبال الشركات الكورية للاستثمار في المملكة العربية السعودية سيكون مزيدا من الحوافز للقطاع الخاص لأن يتحرك بشكل أكبر أن يشارك هذه الشركات الشركات هذه لها سمعة دولية لها ماض كبير تحقق أرباح كبيرة وبالتالي مشاركتها في مشروعات داخل المملكة يمكن القطاع الخاص من قيادة المسيرة التنموية في الاقتصاد السعودي ويمكنه أيضا من تحقيق المستوى وعائد أرباح جيد أعتقد أن الاعتماد المتبادل أيضا لا ننسى أن كوريا أو المملكة العربية السعودية تستورد حوالي 30% من احتياجاتها من البترول من المملكة وهي تعرف أن المملكة هي مصدر رئيسي لها وبالتالي انتعاش الاقتصاد السعودي وإضافة الفرص أو استغلال الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص السعودي ومع صندوق الاستثمارات العامة يمكنها من تعزيز هذه العلاقة أيضا نقطة ذكرت اليوم ذكرها رئيسة رامكو بأن المملكة العربية السعودية ستتعاون مع المستثمرين الكوريين في إنشاء صناعة الناقلات البترولية نعرف أن كوريا تعتبر من الدول المميزة في صناعة الناقلات والمحركات بالنسبة للسفن وهذه الصناعة سيتم إنشائها داخل المملكة العربية السعودية وسيزيد من القيمة المضافة كنا في السابق إما أن نتعاقد على بناء السفن والناقلات البترولية مع كوريا أو مع دنمارك وغيرها من الدول الآن بالإمكان بناء هذه الناقلات داخل المملكة وزيادة العوائد والقيمة المضافة بالنسبة للمملكة العربية السعودية إذن دكتور محمد ما الذي يمكن أن تضيف الإس آي للمملكة العربية السعودية أو للقيمة المضافة أيهما ذكرت إس أويل إس أويل إس أويل نعم إس أويل بطبيعة الحال هي مصفا سعودية تمتلكها أرامكو نعم الآن هناك توسعة كبيرة في حدود أربعة أو اثنين من عشر مليار دولار هناك أيضا واليوم سمو الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء سيتم تدشين هذه التوسعة ما ستضيفه هذه التوسعة هو أنه سيكون طاقتها الاستيعابية ستتزايد إنتاجها من المنتجات التكريرية المختلفة سيزيد حاجة هذه المصفاة لمزيد من النفط الخام من المملكة العربية السعودية سيتزايد هناك أيضا فرصة لتدريب الكفاءات السعودية في هذه المصفاة والمصافي الأخرى فكل هذه ستزيد من القيمة المضافة بالنسبة لتصدير النفط الخام نعم بكل تأكيد ويضا دكتور محمد اليوم تم هذا التدشين في كوريا ولعلنا نعود إن شاء الله لهذا الموضوع اليوم تم هذا صحيح نعم صحيح نعود الآن للأستاذ المنيف الحاربي الآن كوريا الجنوبية تعتبر من أقوى الاقتصادات نموا في العالم إن لم يكن الأقوى ما السر في الاقتصاد الكوري الذي جعله بهذا السرعة في النمو خلنا قبل أن أعقب على الاقتصاد الكوري أتطبع أبغى أشير إلى ما يحدث في الاقتصاد السعودي نعم الاقتصاد السعودي هناك تشريعات وعادة هيكلة وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج تنافسي نعم الأمر الثاني تعرف كان الاقتصاد السعودي قائم على الإنفاق الحكومي صحيح أعتقد الآن لدينا تحول مهم وهو صندوق الاستثمارات العامة البي آي اف واللي طموح أن يكون أكبر صندوق سيادي ويأكبر الدراع الاستثمار أيضا بـ 2 تريليون دولار هذا تقريبا يناصف استثماراته بين الداخل والخارج كانت في قطاعات لا يستطيع القطاع السعودي الخاص القيام بها الصندوق الاستثمارات يقوم بها هذه أيضا فرصة للشركات الكورية للدخول مع صندوق الاستثمارات العامة في تنفيذ العديد من المشاريع الأمر الثالث السعودية لم تعد فقط تصدر النفط وجود المصافي وهذا عام الرئيسي لو تلاحظ لديها في باكستان في زيارة العمير محمد الأخيرة كانت في مصفات للنفط بعسها مليار دولار ما الفائدة دكتور محمد هو أستاذنا في النفط لو تحسب تكلفة التكرير وهذه أكثر ربحية الأمر الثاني نعم يمكن المارجن 5% لكن أيضا تضمن وجود امداداتك النفطية بشكل مستمر النقطة الأخيرة لو تلاحظ جولة الخادم الحرمين الشريفين خفض الله أو الأمير محمد بن سلمان تمكين الشركات السعودية ذات الصبغة العالمية مثل أرامكو ومعادل وأكوا باور وسابك من الاقتصادية الأخرى هذا الدور الرئيسي ماذا حدث بالنسبة للكوريا الجنوبية أنا أعتقد اتجاهها تجاوزها للصناعة والزراعة وذهابها للسيرفيسز للخدمات أيضا تقدمها التكنولوجي أنت تعرف الآن سامسونج هي منافس رئيسي في السوق أيضا في التصنيع في ناقلات النفط في السوفن الاقتصاد الكوري عرف جيدا ما هي ميزة تنفسية في الاقتصاد العالمي لذلك أصبح الحاشر بالنسبة للتصنيع العالمي هو عرف ما هي قدراته وما هي أمكانياته مستوى التعليم عالي جدا وبالتالي هو يلعب على الميزة التنفسية له مقارنة بالاقتصادية الأخرى ولذلك تفوق يعني الصناعات الكورية الجنوبية في السبعينات كانت صناعات رديئة كانت النمط إنها رديئة الآن حتى السيارات لاحظ في البدايات الكوريين لديهم نفس وصبر في إيصال إنتاجهم ولذلك هم الأسرع الاقتصادات النمو نعم ما في شك وهي الآن المفهوم الاقتصاديات الـ 11 التي ستسيطل على الاقتصاد الـ 21 هي من ضمنها كوري الجنوبي الصبر والثبات لاحظ الصناعات الكورية بالسيارات كيف كانت غير مقبولة ولكن لاحظ الجودة والتطور الذي يحدث في الاتصالات في ناقلات النقل أعتقد الصبر الكوري الجنوبي نموذج مبهر في الاقتصاد واستخدام أيضا النفس الطويل ننتقل الآن للدكتور محمد الصبان من جدة دكتور ماذا عن الجانب التصنيعي وكيف يمكن أن تكون هناك توأمة بين الشركات السعودية وأيضا الشركات الكورية الصناعة هي محور التنوع الاقتصادي الذي ننشده هناك ثورة صناعية في المملكة العربية السعودية هناك اهتمام متزايد ليس فقط بالبترو كيمويات وإنما البترو كيمويات والمعادن وصناعات التكرير وغيرها كل هذه هي التي ستؤدي إلى التنوع الاقتصادي وبالتالي الفرص هناك العشرات من الفرص الواعدة المتواجدة لا ننسى أن المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت تمتلك احتياطات كبيرة من كثير من المعادن الذهب، اليورانيوم، القرانيت إلى آخر الحديد وغيرها من المعادن هذه تم أو الفوسفات بطبيعة الحال هذه جميعها تم البدء في الاستثمار فيها وهناك مشروعات في وعد الشمال في رأس الخير وغيرها من المدن الاقتصادية الجديدة لتطوير صناعة المعادن وليس فقط بيعها على هيئة خامات المعادن وإنما تصنيع هذه المعادن إذن هي فرصة للشركات الكورية بأن تدخل هذا المجال هنا الخبرة هي الأساس بالنسبة للشركات الكورية أيضا بالنسبة للبيترو كيمويات لا ننسى أن المملكة العربية السعودية الآن هي خامس أو سابك هي خامس أكبر شركة شركة بيترو كيمويات في العالم الآن بالاندماج أو بشراء رامكو لـ 70% من شركة سابك وهي الحصة التي كان يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة تستطيع أن تزيد من القيمة المضافة هناك حوالي 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام سيتم تحويله مباشرة إلى منتجات بيترو كيموية هناك تنوع في الصناعات البترو كيموية ودخول الصناعات من الجيل الأول إلى الجيل الثاني إلى الجيل الثالث وهناك شركات كورية تمتلك حقوق الملكية في الجيل الثالث من الصناعات البترو كيموية والتي بالإمكان أن تساعد سابك وغيرها في التحول إلى الجيل الثالث من المنتجات إذن الفرص موجودة والحوافز موجودة والإصلاحات التي تمت إصلاحات حقيقية وننتظر المزيد حتما لكن حتما الآن المستثمر الأجنبي مطمئن لأنه سيأتي ويجد كل الحوافز التي تدفعه للاستثمار ومن بينها كوريا في الواقع المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تحولت إلى ما يسمى بالتحول الرقمي وتحولت إلى تكنولوجيا المعلومات وهذه تميزت فيها الكوريا الجنوبية بشكل كبير تحولت إلى صناعة أو ستتحول إلى صناعة الروبوتات وهي التي ستستخدم في كثير من الصناعات كل هذه تعتبر نقلة كبيرة لا يمكن المملكة العربية السعودية بدون الاستعانة ونقلة تكنولوجيا والتقدم التقني الموجود سواء في كوريا أو غيرها من تحقيقه إلا بهذا التعاون أنا أعتقد أن الفرصة كبيرة وأن المملكة العربية السعودية منطلقة ومنطلقة بقوة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي نحو تحقيق عشرين ثلاثين وبإذن الله سنصل في نهاية المدة وعلى المتشائمين أن يبتعدوا عن التشاؤم لا مكان للتشاؤم هناك محمد بن سلمان وهناك فرص كبيرة وهناك شباب واعد لا ننسى أن المملكة العربية السعودية بوجود أكثر من ستين في المائة من سكان المملكة تقل أعماره من ثلاثين عام هذه فرصة لا بد أن يستغل أو مصدر قوة لا بد أن يستغل لتحقيق مزيد من الإنتاجية وكما ذكر الأخ منيف فإن تحول المملكة من مجتمع ريعي إلى مجتمع منتج هذه النقلة ستدفع المملكة بما لديها من مصادر قوة إلى أن تصبح من هي الآن في حدود المرتبة الأربعة عشر أو خمستعشر على مستوى العالم بالنسبة للمجموعة العشرين لكن تحولها بحلول عام عشرين ثلاثين سيدفع بها إلى مراكز متقدمة وربما تكون من الخمسة الأوائل أو العشرة الأوائل في العالم وهذا تحول كبير وجذري سنستفيد منه وستستفيد منه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ماийت willst اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الامور التي سيتم يعني تعرض لها هناك اثناء الزيارة من سمولي العهد وكوريا الجنوبية طبعا في 15 مذكرة تفاهم جاملة للتصنيع والبيتروكيميكل وايضا الإعلام وايضا البنية التحتية تعرف هم متميزين بالبنية التحتية الرقمية الذكية وهذه من ضمن الاتفاقيات التي وقعت اليوم بالإضافة إلى أن أرامك وقعت 12 اتفاقية في مجال السفن والتكرير وتخزين النفط فبالتالي عدة اتفاقيات لكن دعونا أشير نقطة زيادة الاتفاقية الثقافية مع كوريا كانت من 1975 وأعتقد الآن سيتم التنامي لو تلاحظ وزير الثقافة موجود مع الأمير محمد في هذه الزيارة تعطيك دلالات أيضا لاحظ السعودية أيضا الشق الثقافي أصبح ركيزة أساسية وهذا يؤكد إلى الثقافة الناهضة السعودية لأن الأمير محمد دفع بالقوة الناعمة السعودية إلى صدرة المشهد ومن ضمنها الثقافة الاتفاقيات الثقافية مهمة وركيزة أساسية لأنه هي من وسائل تأثيرك في المشهد الإقليمي والمشهد الدولي فمن ضمن الاتفاقيات في قطاع الإعلام تعرف الإعلام السعودي الآن يخطو خطوات جيدة باتجاه البروز بشكل أكثر التركيز على القوة الناعمة السعودية الأمير محمد يمكن القوة الناعمة السعودية سواء في الاتفاقيات الثقافية في الاتفاقيات الإعلامية أيضا في اتفاقيات صناعة الترفيه الترفيه أحسنت صناعة أصبح صناعة الآن ومدخول استثماري مهم الثقافة صناعة الترفيه صناعة بكل تأكيد فبالتالي الإعلام هو ثاني صناعة في الولايات المتحدة بعد الطيران فالأمير محمد يمكن القوى الناعمة كما مكن الشركات السعودية ذات الصبغة العالمية من الاقتصاديات الأخرى أيضا هو يمكن ويبرز القوى الناعمة السعودية لاحظ كل زيارة الأمير محمد على هامشها يعقد ندوات ويعقد معارض وبالتالي هو ركيزة أساسية هو يريد أن يطلق القوى الناعمة السعودية بفضاء أوسع نعم صحيح الآن مشاهدين الكرام احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقاء في العالم إسراء معرض جسور إلى سيؤول ضمن مبادرة جسور بالعاصمة الكورية سيؤول يهدف المعرض إلى إظهار الصورة المشرقة للمملكة وكذلك إبراز المواهب السعودية في مختلف المجالات تفاصيل أكثر في التقرير التالي تسعى إثراء مركز أمريكا عبدالعزيز الثقافي العالمي وهي إحدى مبادرات شركة أرامكو السعودية من خلال معارضها الأول من نوعه في آسيا والذي أسمته جسور إلى سيؤول والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق أثر مستدام وملموس يعكس صورة المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي وينقل صورتها الحقيقية وثقافتها الأصيلة عبر الفنون كقوة ناعمة مؤثرة في الشرق البعيد يرى مشاركون أن المعرض يعزز الحوار بين الثقافات من خلال الفن وشاشة الفضية ومعرفة مكامل المشتركات بين الثقافتين وتوفير فرص للجمهور الكوري الذي لا يعرف الكثير من الثقافة الشرقية ولا حضارتها ليكون المعرض جسرا ثقافيا إلى سول ليقرب المسافات ويجمع المشتركات يهدف برنامج جسور إلى سيول إلى تعزيز التواصل الحضاري والثقافي مع الشعب الكوري بالإضافة إلى إبراز المواهب السعودية الشابة عندنا في برنامج جسور إلى سيول أكثر من معرض نبدأ به المعرض الفوتوغرافي الفني روح المملكة بالإضافة إلى معرض للقهوة والتمور ومعرض الورد الطائفي ومعرض الحرفيين مصاحبا كل ذلك عروض فنية موسيقية وعروض فنية راقصة أجنحة للخط العربي والحناء الذي زين أنامل الكوريين للتعبير عن أصالة التراث السعودي فيما ظهرت منسوجات التراث السعودي من شرقه إلى غربه للتعريف بمناطق مملكة العربية السعودية ومدنها من خلال اللباس التقليدي لتلفزيون المملكة العربية السعودية محمد غروي سول أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه التغطية المتواصلة لزيارة سمو الأحد إلى كوريا الجنوبية شاهدنا وظيفنا الكريم الأستاذ المنيف الحربي هذا التقرير وهو ما يتعلق بالقوة الناعمة وكيف يمكن للمملكة العربية السعودية تطوير هذه القوة وجعلها فعالة وأيضا مع زيارة التي تصادف زيارة سمو الأحد إلى كوريا تفضل طبعا الرؤية 2030 خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد مكنوا القوة الناعمة السعودية يعني هذه أصبحت ركيزة رئيسية في زيارات سواء خادم الحرمين الشريفين أو الأمير محمد وجود القوة الناعمة السعودية الثقافة ركيزة أساسية بتنوحها الشامل لأنه خادم الحرمين الشريفين لديه مقولة مشهورة أنه عندما تقرأ تاريخ الألف عام فأنت تمتلك خبرة الألف عام وتعرف خادم الحرمين الشريفين هو الأب الحقيقي للإعلام السعودي للإعلام السعودي الرسمي والغير الرسمي وقارئ نهم نعم الشرق الأوسط واحدة من الروافد الرئيسية الشركة السعودية لأبحاث لعب الدور الرئيسي في خلق تنوير في المنطقة ليس فقط في السعودية وإنما في المنطقة ككل لكن أستاذ مليفيدا سمحت لي كيف يمكن مثل هذه المنتديات ومثل ما قامت به إثراء كيف يمكن لهذه الأمور أن تساعد في تكوين الصورة الذهنية من خلال الدمج الثقافي الذي يتم القوة الناعمة هي رافض أسازي للدبلوماسية الشعبية دبلوماسيتنا الرسمية قوية ومؤثرة ولكن نحن في مرحلة تنامي للدبلوماسية الشعبية في استقدم القوة الناعمة بلا شك هناك دول تعتقد السعودية فقط نفط أعتقد خلنو أشير إلى خادم الحرمين الشريفين عندما كان أمير الرياض كانت واحدة من أروع التجارب للسعودية الرياض بين الأمس واليوم ثم تحولت إلى المملكة بين الأمس واليوم انظر ماذا أحدثته من تأثير في المشهد سواء في أوروبا في العديد من الدول هذا المعرض أيضا هو الذي استعاد مصر إلى الحضن العربي تعرف عندما كان خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض وقيمة في القاهرة كانت تمهيد الأول لاستعادة مصر إلى الحضن العربي انظر كيف القوة الناعمة لعبت جسر أيضا في توصيل السياسة بلا شك القوة الناعمة مهمة مؤثرة الآن لدينا مركز الملك عبد العزيز أيضا لدينا ميسك في تنوع وفي شمولية الصورة اختلفت كثيرا عن المملكة في وجود وعطاء زخم في دافوس كان حضور ميسك مؤثر في العديد من المؤتمرات في جولة الأمير محمد إلى أمريكا كانت القوة الناعمة في المعارض حاضرة ومؤثرة نعم الآن لأننا نعود إذا ضيفنا الدكتور محمد هل لازل معنا من جدة؟ دكتور محمد هل تسمعني؟ نعم أسمعك نعم طيب تفضل دكتور محمد يعني أبرز أدوات القوة الناعمة هو الاقتصاد ورؤوس الأموال كيف يمكن أن ندعم هذه الخطوة في مثل زيارة سبوة العهد إلى كوريا الآن؟ أعتقد أن كل الاتفاقيات التي تم إبرامها والتي ستبرم لاحقا هي أساس هذه القوة الناعمة التي نتحدث عنها لا بد أن يتم استغلال الفرص الاستثمارية من الجانبين لتعضي العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول مثل كوريا القوة الناعمة الآن الكل يتحدث عن المملكة العربية السعودية الكل يتحدث عن فرصها الواعدة الكل يتحدث عن إمكانيات النهوض الكل يتحدث عن الرؤية 2030 وبأنها هي مفتاح التقدم ومفتاح الفرص القادمة فلا بد أن يتم استغلال هذه بإعلام قوي إعلام يعد له بصورة علمية مركزة وأيضا يؤدي هذا حتما إلى ليس فقط جذب الاستثمارات الجديدة وإنما أيضا إلى إحداث تقدم نوعي لسمعة المملكة العربية السعودية في المحافلة الدولية أنا متفائل بالنسبة للمرحلة القادمة لكن الجهد لا زال كبير ولا بد أن يكون علينا من الاهتمام بالمرحلة القادمة بشكل أكبر حتى نحقق أهداف رؤية 2030 بإذن الله دكتور محمد الصبان كنت معنا من جدة شكرا جزيلا لك نكتفي بهذا القدر من وجودك معنا في البرنامج نعود الآن للأستاذ مني في الحربي رؤية المملكة 2030 مثل هذه الزيارات لكوريا وأقصد بالكوريا مثل النموذج الكوري ما المرجو من تحقيق الأهداف لزيارات كتلك؟ أشهرنا إلى أنه أول مكتب خارجي للرؤية 2030 في سيولي هذا الدليل أنه كوريا الجنوبية شريك استراتيجي مهم في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وعندما نتحدث رؤية المملكة 2030 ترى بعد 2030 هناك رؤية جديدة أيضا يعني الناس يعتقدون أنه كأنه هذه هي الرؤية الوحيدة التي ستبقى في المشد لا هي البداية هي البداية بعد 2030 ستكون هناك رؤية أخرى فالدول أيضا بعد لا تنظر أنه سنتوقف عند 2030 حينها سنة بعد 2030 ستكون هناك رؤية أخرى رؤية أكثر شمولية وأكثر عمقا بلا شك أنه أخذ النموذج الكوري لسببين تميز النموذج الكوري أيضا العلاقة التاريخية الحميمية بين الرياضة والسيول تجربتنا أحنا مع الجنوبية في حقبة التنمية الأولى من 75 إلى 85 كانت ممتازة ولا زالت أصداءها إلى اليوم إلى الآن وهذا ما أكده ولي العهد اليوم في اجتماعه مع الرئيس الكوري أنه نريد أن ندفع بها إلى العماد الأمر الثاني أنه كوريا اقتصاد الآن الحادي عشر بناتج محلي 1.6 بالعشر تريليون دولار هي التنمو أيضا استثماراتها هي بحاجة إلى فضاء أكبر الاستثمارات أين أفضل منطقة تحقق نمو في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المملكة العربية السعودية بمشروعين وليس مشروع واحد السعودية لديها مشروعين مشروع 2030 هو المشروع السعودي العربي والمشروع الثاني هو مشروع تحويل الشرق الأوسط شبال أفريقيا وفي الأمير محمد إلى أوروبا الجديدة لو تلاحظ مشروع نيوم مثلا هو أيضا يشمل الأردن يشمل مصر أيضا السعودية الآن النهج ليس فقط تعاون سياسي أيضا خلق تكامل اقتصادي مع دول منطقة وهذا ما أكد عليها الأمير محمد أن هناك ربط وتوحد منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاقتصاد هناك العديد من المشاريع وبالتالي كوريا الجنوبية تستطيع أن تكون لعب الاستثمارات غير مرضية لدينا استثمار في 4 مليار دولار في كوريا لدى كوريا تقريبا 2 مليار الآن أرامكو دفعت بمصفات بـ 4.16 مليار دولار وأيضا هناك مشاريع مستقبلية بـ 6 مليار دولار الاستثمارات المباشرة ليست بمستوى تطلعات الكبرى أنا أعتقد أنه بالإمكان الدفع بها إلى مستوى أعلى بالنسبة لأستاذ منيف يحرص الأمير محمد بن سلمان على تعزيز شركات الدولية مع مختلف دول العالم ونلاحظ أن كل فترة يكون هناك زيارات وتوقيع اتفاقيات وأيضا وفود رسمية تذهب كثير للخارج بما يعود بالمنفعة للوطن كيف ترى هذه الخطوات المميزة من سموه لله طبعا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لو تلاحظ السعودية لديها ركعيز أساسية أول شيء أنها تتحالف مع الشرق والغرب أحسنت ولا تبدل تعالف بتحالف الأمر الثاني المزج بين السياسي والاقتصادي وهذا تطور جديد في منطقة الشرق الأوسط تعرف كان نوع السياسي معزول على الاقتصادي التوجه السعودي والتطور الذي هو مستمد من الأسس التي أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله من 1932 ولكن حدث أيضا تطور للسياسة الخارجية السعودية أستاذ منيف إذا لعلي استأذنك في أن نقف إلى هذا الحد نكتفي بهذا القدر حيث أن الوقت لبرنامج يداهمنا لم يتبقى إلا أن نشكر لك أستاذ منيف الحربي تواجدك معي هنا في الأستوديو وأيضا كل الشكر للدكتور محمد الصبان كان معنا أيضا ضيفا من جدة وكل الشكر لكم عزيزي المشاهدين في هذا الوقت الذي قضيناه سويا في التعليق على زيارة السموة للأحد إلى كوريا الجنوبية نتمنى بإذن الله أن نرى هذه الزيارة ونتائجها بإذن الله إيجابية وقريبة وتعود بالنفع للمواطن بإذن الواحد الأحد ونلقاكم بغدا في أمان الله